اشتركوا في القناة ما يدور على الساحة المنية كان اليوم هناك مؤتمر صحفي لمحافظ عدن وهو يدعي الحكومة للعودة إلى عدن لموارسة مهمها ويقول أن عدم عودة الحكومة إلى عدن هو جزء من عدم استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظة بالتأكيد سيد الكريم تعرفون أن طيلة الفترة الماضية لم تغيب الحكومة عن عدن كانت هناك عودة نهائية للاستقرار للحكومة لكن حدثت بعض الأعمال الإرهابية الكبيرة وخاصة تفجير مقر الحكومة حينها فندق القصر العمل الإرهابي الذي كان يستهدف حياة الحكومة كاملة مما أدى إلى أن تتغير خطة الحكومة الأمنية ولا تتجمع الحكومة في مكان واحد إلى أن يتم تأمين منطقة معينة فتم توزيع الوزراء ما بين مارب وعدن وسوق قطرة ونزول أكثر من منطقة لقيادات الدولة والرئيس الوزراء حينها وحاليا عقب تحرير مدينة المكلة من سيطرة القاعدة قام رئيس الوزراء برفقة عدد من الوزراء للزيارة هي عودة الحكومة فعلا أصبحت ضرورية وملحة من أجل استقرار الأوضاء لكن تحتاج المسألة يعني تحري أمني أكثر تثبيت وضع أمني أكثر حتى لا تكون هناك يعني مخاطرة جديدة لكن أؤكد هنا أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستكون الحكومة في عدن إن شاء الله طيب يعني غياب الحكومة أيضا عن المشهد كان يفترض أن يكون على الأقل استعادة جزء من مؤسسات الدولة لدورها في عدن هناك مشكلة كبيرة جدا الآن تواجه السلطة المحلية لا تتمثل في عدم القدرة مثلا على مواجهة احتياجات الناس هناك شكوى من انقطاع التيار الكهربائي من أيضا عدم القدرة على تأمين البشتقات النفطية في المحافظة وهذا يلقي بعباء جديدة على السلطة المحلية هل لدى الحكومة التصور لحل هذه المشكلة؟ شوف سيدنا الكريم لابد أن نعترف بشكل واضح الحكومة تعمل ليس وفق إمكانيات محدودة إنما إمكانيات منعدمها نحن حتى هذه اللحظة لا يوجد في الخزينة العامة للدولة حتى ألف دولار عمل الحكومة في الفترة الماضية منذ أن عادت لممارسة مهما كان يتركز على الجانب الإغاثي بشكل رئيسي وتعرف أن البلد المناطق المحررة خرجت من حرب حقيقية مدمرة نسبة الدمار الذي لحق بهذه المحافظات دمار كبير ومهول جدا لا تستطيع هذه الحكومة لا تستطيع هذه الدولة لا تستطيع بجهود أن نعيد ونطبع الحياة بشكل كامل في هذه المناطق بنية تحتية محطمة تماما الكهرباء المياه الصحة التعليم يعني بلد مدمر بكل ما تحمله الكلمة من معنى في ظل حكومة لا تمتلك أي مورد مالي يعني يصل إلى خزينتها حتى هذه اللحظة الحكومة بدأت بالاعتماد على نفسها وكان الهدف ضمن الأهداف الاستراتيجية لتحرير المكلة من سيطرة القاعدة هو تحرير ميناء الضبا وهو أحد الموانئ الرئيسية لتصطير النفط لكي تعتمد الحكومة على نفسها ويكون هناك عائد مالي تستطيع أن تطبع الأوضاع الآن يتم تأمين الميناء طرح المناقصات لشراء سواء النفط الموجود في المخازن أو التواصل الآن تم مع الشركات النفطية لمعاودة ممارسة مهم ما هناك وفد حكومي كبير الآن موجود في فرنسا من وزير النفط ووزير المالي للتفاوض مع الشركات الفرنسية وخاصة توتال من أجل استئناف مهمها سواء في المجال النفطي أو في المجال الغاز نحن نتحدث بوضوح وبصراحة كما قلت لك نحن حكومة لا توجد لديها موازنة للدولة لا توجد لديها إمكانية حقيقية تمكنها عام ونصف الحكومة يعني تردد نفس الكلام ولا يوجد أي تقدم في الميدان رغم أن هناك استعادة المناطق هناك تأمين أيضا مناطق لكن إلى الآن لم نجد الناس في المناطق حتى المحررية بوادر إيجابية لأداء الحكومة أو لشكل من أشكال عودة الخدمات البسيطة يعني المعوقات كبيرة كما تحدثون لكن ما هي رؤية الحكومة؟ لكن ليس في المقابل أنه لا يوجد شيء يعني عندما الآن مثلا نقيس الوضع في أكبر مدينتين تم تحريرهم الذي هي محافظة عدن ومدينة المكلة عاصمة محافظة حضرموت نجد أنه كيف كان الوضع عقب تحرير المدينة من سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح كان لا كهرباء نهائيا لا مياه لا تعليم لا صحة الآن هناك يعني الحياة بدأت تعود الأمن بدأ يستقر في عدن الخدمات بدأت تعود العملية التعليمية انطلقت في المدارس في الجامعات المستشفيات بدأت تعود إلى طبيعتها بتعاون ليس من الحكومة فقط نعم نعم نحن دولة كما قلت لك يعني لا نمتلك إرادات البنك المركزي لا زال حتى هذه اللحظات تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الدولة لا يوجد لديها الإمكانية أو الموارد التي تمكنها من عمل شيء نحن بالتعاون الجاد مع دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودي التي تقوم بجهد حقيقي وبجهد كبير من أجل مساعدتنا في تطبيع أوضاع الحياة في المناطق المحررة لا تنسى أيضا أن نحن نعمل على إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة إضافة إلى العمل في الجبهة العسكرية من أجل تحرير المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثي وصالح ولا تنسى أساسا أن اليمن في ظل الأوضاع الطبيعية هي كانت بلد فقير بلد لا تمتلك أي قدرات لا تمتلك إمكانيات حقيقية تمكنها من النهوض لذلك الوضع في اليمن هو الوضع صعب يستدعي تكاتف جهود كل اليمنين وجهود العالم معنا نحن نتحدث بصراحة في أكثر مرة السيد راجح الحديث ربما سيأخذنا إلى أبعد من ذلك لكن هناك إشكالة كبيرة جدا أن الحكومة الحالية لم تبذل أي مساعي خلال الفترة الماضية لاستعادة الدولة بشكل واضح أقل لها حيكلة الدولة العمل أيضا وفق موازنة للدولة لا يعقل أنه سنة كاملة لم تستعى الدولة أو لم تستعى الحكومة أيضا البدء بإجراءات كانت علمت عنها نقل الوزارة إلى عدن نقل البنك المركزي هذه إجراءات اقتصادية من المساعدة ربما سيكون لها أثر كبير في أن الدولة هي من تتحكم بالإرادات وليس الميليشيا في صنعها أنا كما قلت لك بالنسبة للإرادات الحكومة الشرعية طيلة الفترة الماضية الإرادة الرئيسية للبلد هو تصدير النفط طيلة الفترة الماضية منذ أن اندلعت هذه الحرب تم التوقف التام عن تصدير المشتقات النفطية والغاز من ميناء بالحافة الاستراتيجية من أين تأتي العائدات للحكومة لكي تدير عمل؟ لا توجد سياحة في اليمن متوقفة تصدير نفط متوقف كل الإرادة الضرائب الجمارك يعني حركات جارية ما زالت الإرادة تذهب إلى الميليشيا للصنع يعني هناك الموانئ النفطية كانت موجودة تذهب إليها الموانئ المفطية كانت متوقفة تماما عن التصدير الآن هناك جهود كبيرة من أجل بدء تصدير النفط عبر ميناء الضبة في مدينة المكلة وإن شاء الله خلال الأيام القادمة يتم إعادة الحياة لهذا الميناء وتصدير المخزون وبالتالي إضافة إلى أن الشركات النفطية تعاود العمل في الحقول النفطية إذا تحدثنا عن أداء بعض الوزارات ألا يفترض مثلا هناك وزارات خدمية يفترض أن تكون موجودة في الميدان مثلا وزارة الداخلية يجب أن يكون وزارة الداخلية موجود إلى الآن وزير كهرباء هناك يعني العديد من الوزارة الحساسة والمهمة ما زالت غير موجودة وغير مؤثرة وغير أيضا ليس دقيقة أن تقول أنه غير موجودة وزير الداخلية كان موجود في عدن إلى فترة بسيطة ظروف أحداث تسارعت في عدن أدت يعني لخروج اللواء حساس العرب تم خروجها بلان على طلب إماراتي لا 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 هو تم استدعاءه من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هذه لمناقشة بعض القادمة ويقوم بعمله هناك في مدينة عدن اللخشة علي ناصر وهو نائب الوزير وفعال هناك في عدن ويعمل بشكل جيد بالتعاون مع السلطات المحلية في المدينة من أجل تثبيت الأمن والاستقرار نحن لا نقول أنه الوضع كما ينبغي نحن نعمل في ظروف صعبة للغاية جدا هناك إخفاقات وهناك إنجازات أما أنه لا يوجد أي إنجاز في ملف الكهرباء إلى الآن البلد ربما انهارت منظومة الكهربائية بشكل كامل خلال العام الماضي هناك محافظات تحتاج إلى الكهرباء بشكل عاجل لا يجد زر الكهرباء في مدينة عقد أولا لا بد أن نعترف أن الوضع السيء الآن للمنظومة الكهربائية ليس وليد اليوم هو نتيجة تراكمات سياسات وقرارات خاطئة تخذت من عشرات السنين وفي ظل حكومات متعاقبة كان هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة السابقة ولدى قيادة البلاد السابقة أنه لا يوجد قرار لبناء بنية تحتية حقيقية للكهرباء إنما يتم استئجار سفن استئجار مولدات كهربائية من تجار لكي تتم عمليات فساد كانت معروفة عند اليمنيين جميعا وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليها اليوم من انهيار شبه كامل للمنظومة الكهربائية لكن الآن بالنسبة خاصة الآن في مدينة عدن الآن هناك تعاون كبير من قبل الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة حقيقة وأنا هنا أعبر عن جزيل الشكر باسم الحكومة اليمنية لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا للتعامل الجاد والسريع مع هذه المشكلة الآن هناك المولدات في الطريق إلى مدينة عدن قطع الغيار لبعض المولدات الكهربائية التي توقفت داخل مدينة عدن في الطريق من الإمارات هناك جهود الآن بذلها فخامة الرئيس مع الأشقاء في قطر من أجل تقديم مساعدة عاجلة أيضا في الكهرباء لمدينة عدن وإن شاء الله الرئيس الشهر الماضي أعلن عن وجود منحة تركية لإصلاح الكهرباء في مدينة عدن بالإضافة إلى الحديث عن جهود إماراتية بالتالي هل يحتاج الكهرباء في عدن إلى تحالف من ثلاث دول أو أربعة دول لحل مشكلة؟ لا هي طبعا لابد أن نوضح شيء أن المنحة هي من الإمارات العربية المتحدة لكن الشركة والخبراء هي عبر شركات وخبراء تركيين لكن الممول الأساسي لهذه العملية هي الإمارات العربية إذا تقلنا أستاذ إلى موضوع آخر يتعلق بتعز تعز أين موقعها من الحكومة؟ إن لاحظ أن مشكلة التعز تعقدت وطال أمدها ومع ذلك هناك من يقول أن لا توجد رؤية حكومية واضحة لما يحدث في تعز أنا لست من أنصار هذا القول أحب أن أقول نقطة بالنسبة للتعز وأعتقد أن كل اليمنيين يعرفوا هذا النقطة أن هناك ثأر شخصي لعلي عبدالله صالح مع تعز لذلك هو مركز كل قوته مركز كل جهده العسكرية على مدينة تعز لأنه يعرف علي عبدالله صالح إذا تم تحرير مدينة تعز وسقطت من سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح فإن المعادلة العسكرية والمعادلة السياسية تتغير هذه النقطة النقطة الثانية تعز هي تقاوم يعني منذ قرابة عام والحوثي وصالح يسعى للسيطرة على مدينة تعز حتى هذه اللحظة لم يتمكن يعني تعز هي صامدة فعلا هي تدفع ضريبة كبيرة من أبنائها من متعلميها من أطفالها من نسائها لكن في الأخير تعز حقيقة هي صامدة تعز حتى الآن لم تنكسر تعز هي ثابتة وراسخة رسوخ الجبل القوات الحكومية توقفت على مشارف تعز توقفت في كريش توقفت في مناطق أخرى ما هو السبب يعني؟ القوات الحكومية لم تتوقف هناك دعم ربما هو ليس دعم كبير لجبهات القتال في تعز لكن ثق أنه كل ما تستطيع أن تقدمه الحكومة من دعم عسكري لمدينة تعز هو يصل لجبهة تعز هل هذا الدعم كافي أو غير كافي هذا موضوعه؟ يعني القوات تحركت من عدن وحررت أبيان حررت لحج ووصلت إلى منطقة كريش وتوقفت فيها ما الذي منع القوات رغم أنه كان هناك إعلان أن القوات ستقدم المنطقة الرابعة إلى تاز كون تاز أيضا تتبع المنطقة العسكرية الرابعة هناك حسابات أخرى ربما ليست حسابات عسكرية تمنع مثل هذه التحركات لكن بالنسبة للحكومة بالنسبة للسلطة الشرعية بالنسبة للجيش الوطني لا يوجد له أي حساب في تعز إلا تحرير تعز وإنقاذ تعز من هذه المعاناة ومن هذا الحصار إلا تحدثنا أيضا في تعز هناك معاناة للجرحة الأسبوع الماضي كان هناك عودة جماعية لعدد من الجرحة من مدينة عدن قالوا أنهم لم يتم الاهتمام بهم ولم يجدوا أي اهتمام أيضا أو تجاوب من الجهات الرسمية ماذا لدى الحكومة بخصوص ملف الجرحة؟ هو بالنسبة لملف الجرحة هو ملف شائك ومعقد تعرف أن الحرب لا زالت تدور في كثير من الجبهات والجرحة يتزايدون وملف الجرحة ملف شائك ومعظم الحالات إلا أن يكون جميعها تستدل العلاج في الخارج لكن لا نغفل أن عدد كبير من الجرحة الذين سقطوا في هذه الحرب تم علاجهم سواء بالتعاون مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية أو الأشقاء في جمهورية السودان الآن هناك تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة من أجل إغلاق هذا الملف واستكمال ملف الجرحة بالتعاون مع الأشقاء في السودان ونقل كل هؤلاء الجرحة إلى السودان لتلقي العلاج هناك ونأمل أنه فعلا يغلق هذا الملف بشكل كامل هناك العديد من الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة خاصة لها علاقة أو ارتباط أيضا بقضية الصراع أو تداعية الحرب يعني هناك خلال الفتر الماضي كان قرار كبير تمثل في منع أو تهجير عدد من أبناء المناطق الشمالية أو طردهم من محافظة تعز الحكومة ربما تدخلت ببيان لكن هل توقف فعلا هذا الإجراء وهل أيضا لدى الحكومة يعني إجراءات أو تستطيع أنها تقدم أو تطلب عدد تكرار مثل هذه الإجراء في مناطق أخرى بالتأكيد كان موقف القيادة السياسية سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء والحكومة كان موقف واضح تم تحديد موقف من فخامة الرئيس وموقف من دولة رئيس الوزراء تجاه هذه الممارسات وفي الأخير فعلا تجاوبت السلطات في مدينة عدن واللجنة الأمنية أصدرت بيان دعت لالتزام الجهات الأمنية والشرطية داخل مدينة عدن بالقانون وهذا المفروض أن يتم دون الخروج أي تصرف خارج إطار الدستور والقانون هو بالنسبة لنا في الحكومة مرفوض تماما سواء تقوم به ميليشيات مسلحة تقوم به أجهزة حكومية تقوم به أي فرد أي جهة تمارس أي ممارسات تخالف النصوص الدستور والقانون مرفوضة تماما ولا يتم التعاطي معها من قبلنا طيب إذا انتقلنا لملف آخر يتعلق بالمفاوضات في دولة الكويت عمس قررت الحكومة العودة مرة أخرى لتعاطي المفاوضات بتوسط أمير قطر وربما بانكيمون من العامل المتحدة ربما سنناقش هذا المحور لكن بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود بعضهم لاستكمال الحوار مع ظفنا الناطق باسم الحكومة اليمنية الأستاذ راجحبادي أهلا بكم من جديد نعود لإستكمال الحوار مع ظفنا الناطق باسم الحكومة اليمنية الأستاذ راجحبادي سيد راجح فادي كنا تحدثنا قبل الفاصل عن موضوع الحوار أو المشاورات في الكويت وعودة الحكومة مرة أخرى للمفاوضات ما هي الضمانة التي تم تقديمها بالأمس وعلى أساسها وافقت الحكومة وصدر رئيس هذه توجيهته للحكومة بالعودة للمشاورات كان العودة بناء على تدخل وساطة كريمة من دولة قطر الشقيقة ومن شخص سمو الشيخ تميم بن حمد عندما التقى في الدوحة بفخامة الرئيس والأمير العام لأمم المتحدة السيد بن كيمون أنه كان هناك حرص على إنجاح المشاورات واستمرارها لكي تصل إلى التسوية الحقيقية وكان هناك طلب أنه نحن خضنا تجارب كثيرة مع الحوثين لماذا لا تتاح هذه الفرصة ولو كفرصة أخيرة للجلوس مجددا مع الحوثيين وسيتم الضغط من قبل المجتمع الدولي على الحوثيين للقبول للأسف الشديد يعني الضغط على الحوثيين للقبول بالنقاط الخمس وجدول العمال الذي كان وضعها السيد إسماعيل ود الشيخ قبل إعلان المفاوضات بأشهر وقال أنه هذا حسب كلام إسماعيل حينها المبعوث الخاص أنه الحوثيين وافقوا عليها لكن الجميع تفاجأ في الكويت أنه عندما جاءوا الكويت جاءوا بإرادة يعني مشكلة المشاورات في الكويت هي تتلخص أنه الحوثيين حتى هذه اللحظة لم يتخذوا قرار أن السلام بالنسبة لهم خيار استراتيجي السلام هو تكتيك بالنسبة لهم لافتة ترفع في الأوقات التي يحتاجونها ويسقطونها في اللحظة التي يحتاجونها أما أنهم جادين في السلام جادين في إحلال السلام نحن منذ الحرب الأولى في صعدة حتى هذه اللحظة عندما استولوا على الدولة وساطروا الدولة وانقلبوا على السلطة الشرعية ووضعوا الرئيس والحكومة تحت الإقامة الجبرية كم من سلسلة اتفاقات كم من سلسلة مشاورات تمت مع الجانب الحوثي وللأسف لم يتم تنفيذ أي شيء لكن نحن في الأخير دولة هل يعقل أن العالم إلى الآن لم يكتجف أن الحوثيين يراوغون؟ يعني الآن أكثر من شهر مضى على الناس في الكويت؟ بالتأكيد العالم كله ولذلك المجتمع الدولي بالنسبة فيما يتعلق بالأزمة في اليمن والحرف في اليمن الموقف الدولي موقف موحد بالنسبة هناك قرارات مجلس الأم تصدر بالإجماع فيما يتعلق بالحوثي لكن في الأخير المجتمع الدولي يتحدث يقول أن هذه مليشيات مسلحة تفرض أمرا واقعا سيطرت على العاصمة صنعها سيطرت على مؤسسات مؤسسة الدولة هل تعتقد أن الضغط كافي الذي يمارس باتجاه الحوثيين؟ نلاحظ أن الضغط خلال الفترة الماضية قناعتش شخصيا أن الضغط على مليشيات الحوثي وصالح ليس ضغطا كافيا طيب نلاحظ أن هناك ضغط كبير جدا على الحكومة للبقاء في المفاوضات رغم أن العالم يتابع يوميا ما يحدث في الكويت إلى الآن الموقف المبعوث الأممي ليس واضحا لا يبحث عن نصر الشخصي له أو عن إنجاز لكن على حساب اليمنيين لا لا السيد إسماعيل ودى الشيخ يقوم بمهمة نبيلة وهو حريص على إحلال السلام في اليمن السيد إسماعيل ودى الشيخ عاش في اليمن واشتغل مع منظمات دولية في اليمن وهو شخص محب لليمن ولليمنية هذا موقف شخصي ربما يشكر عليه لكن نحن نتحدث عن موقفه في المفاوضات يعني إلى الآن لم يسمي الطرف المعرقل بشكل واضح أن الحوثيون قاموا بعرقلات التسوية أو مشاورات الكويت بشكل واضح ما زال إلى الآن يقول أن هناك تقدما يوميا وإلى آخر وبالتالي ما يحدث في الغرف المغلقة هو عكس ما يدي يعني في الأخير مهمة المبعوث الدولي ربما تكتضي منه إطلاق مثل هذه التصريحات لكن كأداء وكنوايا حقيقية لدى إسماعيل ودى الشيخ ومن خلال تجربتنا في العمل معه هو شخص يقوم بجهد كبير نحن في الحكومة حريصين على إنجاح مهمته ونشعر أن نواياه صادقة تجاه الإيمان والإيمنيين بالأمس كان الناطق باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام يقول لن نسلم السلاح السلاح لما يستطيع أخذه مننا بالقوة لن نسلمه لهم بالحوار يعني لا يعد هذا هو ملخص لمستقبل المشاورات بالتأكيد أن هذا ملخص لمستقبل المشاورات هذه اللغة لا يستخدمها رجل يريد السلام هذه اللغة رجل يريد أن يستمر في المعركة حتى ولو كانت على حساب اليمنيين وعلى حسابهم هل يمتلك الحوثيين مقومات الصمود أو الاستمرار في المعركة للفترة المقبلة شوف سيد الكريم قبل عام أين كان الحوثيين؟ كانوا في عدن الآن الحوثيين يدافعون عن صنعاء فهذا يلخص المعادلة قبل عام كان الحوثي يحلم بحكم اليمن كاملا الآن الحوثي يريد المشاركة في حكومة وحدة وطنية يعني لا بد أن نرى الأمور من منظار واقعي ومنظار حقيقي هو هذا الذي وضح هناك من يقول أن هناك تسوية قادمة أو تعمل على الضغط يعني هناك أطراف دولة تعمل على طبخها أو إعدادها تنس على تشكيل حكومة توافق بصلاحيات واسعة مع صلاحيات شكلية للرئيس هادي وعودته إلى عدن وعودة الحكومة إلى صنعاء هل يعني وصلتكم يعني معلومات حول هذا؟ هناك رؤى كثيرة قدمت لكن نحن موقفنا واضح كحكومة شرعية لا بد من تنفيذ القرار 2216 وخاصة الشقة الأمني والعسكري فيه وخاصة ما يتعلق بانسحاب المسلحين من المدن والميليشيات وتسليم السلاح أما التنازل عن شرعية الرئيس عبد الربو منصور هادي فهي بالنسبة لنا أمر مرفوض مطلقا ولا يمكن أن نتفاوض حوله عبد الربو منصور هو يمثل الشرعية يمثل إرادة اليمنيين الذين خرجوا في انتخاب هذا الشخص ولا يمكن أن يتم القبول من انتقاص من شرعية عبد الربو منصور هادي إذا ذهبنا إلى ما يقوله الحوثيون يقولوا لمن نسلم السلاح لا توجد دولة هل نسلمها لميليشيا أخرى؟ السلاح سلاح الدولة أين كان السلاح هذا قبل ما تستولي عليه ميليشيات الحوثي وصالح؟ كان موجود لدى الدولة الدولة التي انقض عليها الحوثي وصالح هذا المنطق أنه لمن نسلم السلاح لو كان حدث انشقاق في السلطة الحاكمة لو كان انشق رئيس الوزراء عن رئيس الدولة واستولى على معسكرات واستولى على سلاح حينها تتحدث لمن نسلم لكن الذي حدث في اليمن هو انقلاب ميليشيات مسلحة سيطرت على سلاح الدولة تعيد السلاح للدولة ما هو وضع الجيش في هذه المرحلة عندما نتحدث عن تسليم سلاح وعادة السلاح؟ ربما جزء كبير من الجيش ساهم في الانقلاب وكان أدات الحوثيين لا ليس جزء كبير غالبية الجيش هو يقف مع الشرعية لو كان غالبية الجيش اليمني يقف مع الانقلابين ما كنا استطعنا تحرير كل هذه المحافظات وكل هذه المساحات من قبل السلطات الشرعية خلال هذا العام يعني ما حدث ربما هو تشكيل حتى الحكومة تقول أو الرئيس الأهد يقول هناك برحلة جديدة هناك بناء جيش جديد لكن ليس هو الجيش القديم لا بناء جيش وفق الأسس وطنية ومعايير وطنية جيش ولاءه للوطن ليس ولاءه لأفراد ولا ولاءه لأسرة أو حاكم هل هناك تصورات لعادة هيكلة الجيش بشكل آخر أصبحت موجودة؟ هناك رؤية كاملة ونتعاون فيها ويتم تطبيقها بالتعاون مع الأشقة في قوات التحالف لبناء جيش وطني من كل أبناء محافظات الجمهورية يكون هذا الجيش ولاءه لليمن وليس لأفراد وليس لأشخاص عقيدة هذا الجيش تكون واضحة بعدا عن أي انتماءات سياسية أو ولاءات قبلية أو ولاءات جاهوية أو ولاءات طائفية إذا بني هذا الجيش صحيح أنه بناء هذا الجيش يحتاج لجهد وتقف أمامنا كثير من الصعوبات إذا تم بناء هذا الجيش بهذه الطرق وبهذا الأسس الوطنية سيكون هذا هو صمام أمان لليمن في المستقبل بالأسبوع الماضي ربما شهدت صنعاء تخرج دفع جديدة من جيش وظهر مقاطع تلفزيونية للجيش وهو يهتف بالولاء لعبد الملك الحوثي ويطلق شعارات هذا ليس جيش هذه هي ميليشيات الحوثي وصالح إنما تم إلباسهم الزي العسكري كي يرددوا هذه الصرخة هل لدى الحكومة في حال تعثر المشاورات خطة بديلة هل هناك أيضا توجه لأن يعود الحل أو الحسم العسكري كل الخيارات بالنسبة لنا في الحكومة مفتوحة ومتاحة وكل خيار سواء كان خيار سياسي أو خيار عسكري يضمن إفشال الانقلاب وإخراج المسلحين والميليشيات من المدن وتسليم السلاح سنعمل عليه سواء كان هذا الخيار سياسي أو عسكري بالنسبة الماضي هذا شهد انهيار كبير للعملاء وربما كان هناك عدد من التصريحات أو الدعوات سواء الالتحاد الأوروبي أو مسؤولين في المجتمع الدولي بضرورة ترفض البنك المركزي في صنعه بمجموعة من الأموال لوقف هذا الانهيار هل الحكومة مؤيدة لمثل هذه الطروحات الحوثي عبث بأربعة مليار دولار كانت موجودة كمخزون احتياطي نقدي في البنك المركزي صرفها في غالبية صرفياتها في مجالات فساد وفي مجالات ما يسمى بالمجهود الحربي ولا يمكن أن نقبل والمجتمع الدولي يقف هذه اللحظة حتى هذه اللحظة مع مطالب الحكومة بضرورة أن لا يكون البنك المركزي تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصال حتى يتم رفضه بأموال وبعائدات جديدة مالية لكي تتحسن وضع العملة وهناك الكثير من القوى الموجودة في العالم الآن تطالب بنقل البنك المركزي من صنعال لكي يكون أكثر حيادية وأكثر مصداقية في عمله طيب إذا جئنا للنقطة الأخيرة التي تتعلق بملف المساعدات وملف الإغاثة يعني نلاحظنا أنه خلال الفترة الماضية وكانت الإغاثة والمساعدات كانت تصل أيضا جزء كبير جدا منها يصل إلى الميليشيا وجزء منها أيضا في مناطق أخرى وكنا نشاهد أنه يتم بيع جزء منها في السوق السوداء ولا تذهب لمستحقها الحكومة إلى أي مدى لديها قدرة على الإسهام في معالجة الخلل في هذا الملف بالتحديد بالنسبة للإغاثة لدينا قرار في الحكومة أن المواد الإغاثية لا تصل فقط إلى المناطق المحرر إنما تصل لليمنيين في كل المحافظات حتى المحافظات التي يسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح نحن مسؤولين عن 25 مواطن يمني 25 مليون مواطن يمني مسؤولين عنهم سواء كان في صعدة سواء كان في حضرموت سواء كان في صنعة سواء كان في الضالع في كل مكان مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية إلى كل اليمنين اليمنين المتضرر في عدن مثل متضرر في صعدة من هذه الميليشيات ومن هذا الانقلاب لذلك لا بد أن نعمل وتم تشكيل نجان للإغاثة في كل محافظات بما فيها المحافظات التي لازلت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح بالتأكيد عمل كبير عندما تعمل في مجال إغاثة 25 مليون شخص لا بد أن تكون هناك اختلال لا قد تكون هناك إخفاقات بسيطة لكن الجهد الذي قامت به الهيئة العليا للإغاثة مع مركز الملك سلمان هو جهد كبير ولا بد أن يعرف المشاهد الكريم أن الهيئة العليا للإغاثة الذي هي الهيئة الحكومية هي لا تقوم باستلام أي مواد عينية هو عملها فقط عمل تنسيقي مع مراكز الإغاثة وخاصة مع مركز الملك سلمان أن الهيئة تمد هذا المركز بالمعلومات عن الأماكن التي تحتاج مواد إغاثية عاجلة والمركز هو من يقوم بشراء وتسليم هذه المواد للجان الإغاثة والجمعيات والمنظمات الموجودة داخل اليمن ربما اليوم كان هناك حدثين فارقين في صنعار الأول يتمثل بغارات لطيران التحالف والثاني يتعلق بلقاء الرئيس السفير الروسي استقباله للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ما هي الدلالة هذين الحدثين في هذا التوقيت؟ بالنسبة للغارات الجوية شيء طبيعي إذا لم يلتزم مليشيات الحوثي وصالح بالهدن الذي اتفقنا أن تبدأ من يوم 10 إبريل الماضي وتحدث تحدثنا نحن نتحدث قوات التحالف وتحدث المتحدث باسم قوات التحالف إنه إذا لم يتم التزام الحوثيين ورأينا هناك خطورة واختراك كبير فإننا سنرد الموضوع الثاني بالنسبة للقاء السفير الروسي بالرئيس المخلوع عبدالله صالح لا يحمل أي دلالة لأن السفير الروسي جاء للقيادة الشرعية اليمنية المتواجدة في الرياض وطرح هذه المسألة أنه سيعود إلى صنعاء لزيارة بسيطة ليلتقي بكل الأطراف السياسية الموجودة هناك صالح بالنسبة بالنسبة لليمنين وبالنسبة للعالم هو انتهى تماما هو الآن من يريد فقط البعض يريد أن يساعد صالح ربما في الخروج من حالة الموت السري الذي يعيشها طيب مؤخرا كان هناك حديث عن أن السفارة الأمريكية والجنب الأمريكي لوح بأنه سيعود لفتح السفارة في صنعاء ما مدى دقة صحيح هذا الكلام مطلقا والأصدقاء الأمريكان نفوا هذا الخبر جملة وتفصيلا عندما تواصلنا معهم وأكدوا أن هذه شائعات من مطابخ إعلامية معروفة والكل يعرف من يطلق هذه الشائعات شكرا جزيلا أستاذ راجح بادي على سعاد صدرك وتفاوع لك معنا أشكرك جزيلا شكر أعزائي المشاهدين في اختام هذه الحلقة لا يسألني أن أشكر ضيفي الناطق باسم الحكومة اليمين الأستاذ راجح بادي وهو أشكر كذلك لجميع متابعين على قناة بلغيس كونوا معنا في حلقة قادمة من برنامج الكامل خاصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة